اشتركوا في القناة البحرية التابعة لسلاح البحرية الملكي البحريني حيث القلواء الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني كلمة اوضح فيها ان انضمام سفينة مملكة البحرين الزبارة هو ترجمة لما يليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعاه من رعاية كريمة لسلاح البحرية الملكي البحريني ومتابعة من صاحب المعالي المشير الركناشي خليث بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة رفاع البحرين بما يمكن السلاح بالقيام بمهامه وواجباته الوطنية المقدسة وحماية مكتسبات الوطن وسواحله ومياهه الإقليمية والاقتصادية وتعزيز التكامل العملياتي والتنموي مع باقي أسلحة ووحدات قوة رفاع البحرين والأجهزة الأمنية الأخرى في حماية مكتسبات النهضة المباركة ودعم المشاريع الوطنية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ورفع قائد سلاح البحرية الملكي البحريني في كلمته الشكر إلى صاحب المعالي القائد العام لقوة رفاع البحرين على اهتمام معاليه المباشر لتطوير سلاح البحرية الذي أصبح درع الوطن في البحار كما شكر قائد المهمة وقائد السفينة وضباط وضباط صف وأفراد سفينة مملكة البحرين الزبارة بتميزهم في التدريب والمهمة التي كلفوا بها في رحلة الوصول إلى مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر